سالح شرائك في التقرير وهل هذا منطقي عقل؟ هل وصلنا إلى مرحلة يأس في موضوع حل هذه المشكلة اللي قعد لها سنين طويلة؟ أولا سألي أشكرك للاستضافة وسعيد أنني موجود في هذا البرنامج المهم الحقيقة الذي يناقش ما نعانيه من قضايا في وطننا الذي ننتمي إليه ونعشقه ونحبه ويؤلمنا أن نرى مثل ما رأينا في هذا التقرير أخي الكريم مكة المكرمة هذه المدينة الأطهر والأقدس في العالم التي يتجه إليها مليارات المسلمين في صلواتهم وتهفو إليها النفوس والأكباد بالله هل يليق بها مثل هذه المناظر؟ بالله هل يجب أن نجامل على حساب قدسية هذا المكان؟ بالله هل يجب أن نفرط في موارد اقتصادية هائلة كان بالإمكان أن تدر دخلا على الوطن وأقصد بها الأراضي القريبة من الحرم من أجل المجاملة؟ هل بالله نجعل أمثال هؤلاء الذين أتوا لنا حتى مع الاحترام أتوا لنا حتى بالجرب يا أستاذ علي في داخل المدارس هل نسمح لهم بمخالطة المعتمرين والحجاج في هذه المدينة المقدسة وبيع الأغذية وأحيانا العمل في المطاعم وفي البوفيهات لماذا يجب أن يكون اللجوء في مكة المكرمة؟ هل أي لاجئ سياسي يجب أن يتجه إلى مكة المكرمة؟ ألا يمكن أن يتم توزيع هؤلاء على المناطق الحضرية الأخرى في المملكة العربية السعودية ويفيدون ويستفيدون ونبعد هذا التكدس ونبعد هذه المناظر المؤذية هذه المناظر التي لا تليق بالمملكة العربية السعودية لا تليق بمكة المكرمة طيب أنا أبرحبك أبخالي